تستخدم كلمات مثل حقبة وفترة وعصر للإشارة إلى مراحل معينة من حياة الإنسان على الأرض ويجدر التوضيح أن استخدام هذه الكلمات يختلف من موضوع علمي إلى آخر فعندما يستخدم علماء الآثار هذه الكلمات فهم يقصدون مدداً زمنية تقاس بآلاف السنوات ولكن عندما يستخدم علماء الجيولوجيا الكلمات نفسها فهم يقصدون الزمن الجيولوجي حيث تعبر تلك الكلمات عن مدد تقدر بملايين السنين عند دراسة الحقب والعصور التي مر بها الإنسان فلا تمثل تلك الحقب ملايين السنين وإنما عشرات آلاف السنين توضح لنا دراسة العصور التي مر بها الإنسان الكثير عن حجم التطور المعرفي الذي مر فيه منذ 200 ألف سنة تقريباً أول العصور التي عاش الإنسان فيها هو العصر الحجري القديم والذي يعتبر أقدم العصور الحجرية وأطولها يتميز هذا العصر باستخدام البشر فيه لأدوات مصنوعة من الحجارة فقد كان الإنسان حينئذ يعيش في مرحلة الصيد وجمع الثمار حيث كان على الناس التجوال والبحث عن فرائس ليصطادوها أو جمع ما أمكن من ثمار كالفطر وحيوانات صغيرة كالحلزون ليأكلوها ونظراً إلى أن الإنسان كان سريع التكيف مع البيئة المحيطة به كانت مجتمعات الصيد وجمع الثمار من المجتمعات الرحالة أي أنهم لم يستقروا في مكان واحد بل كانوا يتبعون قطعان الحيوانات عند هجرتها أو يرحلون من منطقة إلى أخرى بحثاً عن مناخ أكثر دفءاً في الشتاء أو أقل حرارة في الصيف بدأ العصر الحجري القديم قبل ظهور الإنسان حيث يقدر العلماء أنه بدأ قبل مليوني وثلاثمائة ألف سنة ولكنه انتهى مع ظهور الزراعة والتي يقدر أنها ظهرت قبل إحدى عشر إلى سبع آلاف سنة ويعني الإختصار قاف حا قبل الحاضر أو قبل الوقت الحاضر وكما تعرفون إحدى ألف سنة قبل الحاضر تعني تسعة آلاف سنة قبل الميلاد يعتبر ظهور الزراعة ثورة كبيرة جداً ويمكن القول أنها أكبر ثورة في تطور الحضارة البشرية أو التاريخ البشري قد يتساءل بعضكم ما الذي يجعل الزراعة مهمة إلى هذا الحد؟ ما الذي يجعل الزراعة أفضل من الصيد وجمع الثمار؟ أكثر ما يميز الزراعة هو أنها سمحت للناس بأن يستقروا في مكان واحد ومكنتهم من التحكم بالبيئة المحيطة بهم وإنتاج كمية أكبر من الغذاء وتربية الماشية كما أنها مكنتهم أيضاً من التخلص من النباتات أو الحيوانات المضرة أو التي لا يمكن للبشر الاستفادة منها بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الزراعة الناس على الاستقرار في بيئات أكثر كثافة بالسرعات الحرارية فعندما كان الإنسان يعيش في مجتمعات الصيد وجمع الثمار كان على كل فرد التجول لمسافات كبيرة جداً لإيجاد ما يكفي من الغذاء للحصول على السعرات الحرارية اللازمة ليوم واحد ولكن مع ظهور الزراعة، تمكن الإنسان من تربية الحيوانات وأصبح بمقدور البشر الحصول على سعرات حرارية أكثر من أرضاً ذات مساحة أصغر مما زاد من الكثافة السكانية للأراضي التي سكن فيها البشر ولهذا تعد الزراعة حجر الأساس لبناء الحضارة والمدن والقرى ولربما سمح لهم ذلك بالتفكير بأمور مختلفة مثل تدوين خبراتهم أو تطوير تقنياتهم وبالعودة إلى التصنيف الزمني الموجود أمامكم فكما ذكرنا سابقاً، بدأ العصر الحجري القديم قبل ظهور الإنسان ثم ظهرت الزراعة قبل أحد عشر ألف سنة والتي كانت تمثل بداية العصر الحجري الحديث يستخدم بعض علماء الآثار مصطلح العصر الحجري المتوسط ويعبر عن مرحلة الانتقال من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث تشكل هذه العصور الثلاثة معاً ما يسمى بالعصر الحجري وهو العصر الأطول في التاريخ البشري عند الحديث عن العصر الحجري ككل فإن التركيز يقع على استخدام الناس للحجارة كأدوات ويدل أيضاً على عدم قدرتهم على استخدام المعادن وتشكيلها أما العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث فيعطياني وصفاً أكثر دقة إلى عنماط الحياة البشرية ففي العصر الحجري القديم كان البشر يعيشون في مجتمعات الصيد وجمع الثمار وفي العصر الحجري الحديث بدأ الناس بالاستقرار وبناء القرى والمدن أما بالنسبة للعصر الحجري الأوسط فيمثل المرحلة الانتقالية بين العصرين في نهاية العصر الحجري ظهر ثاني أكبر تطور في التاريخ البشري وهو الكتابة كان ذلك قبل ثلاث آلاف سنة من الميلاد أو ما يقارب خمس آلاف سنة قبل الحاضر يعتقد العلماء أن ظهور الكتابة كان نتيجة للتغيير الذي سببه ظهور الزراعة لحياة البشر فقبل ظهور الزراعة كان على الناس البحث عن الطعام طيلة الوقت ولم تكن حياتهم مستقرة أما بعد ظهور الزراعة وتطور الحضارة لم يعود الجميع بحاجة إلى قضاء وقتهم بحثا عن الطعام مما وفر لهم وقت الفراغ وصاروا قادرين على التفكير بطرق لتدوين المعلومات التي توصلوا إليها في ذلك الوقت تم تطوير نظام كتابة يعتمد على الرسم الصوري وهذا هو أقدم نظام للكتابة معروف حتى الآن واسمه الكتابة المسمارية والذي استخدمتها الحضارة السومارية في العراق إن ظهور الكتابة أمر مهم جدا فهو يمثل بداية تسجيل التاريخ فحتى لو كان العلماء قادرين على معرفة أمور حصلت قبل بدء الناس بالكتابة بالاعتماد على السجل الأثري إلا أن الكتابة قدمت معلومات حول ما توصل له الناس من معرفة كما أنها منحت الحضارات الفرصة لجمع المعلومات ونقلها من جيل إلى آخر للاستفادة منها دون الخوف من نسيانها أو نقلها بشكل خاطئ شفويا هذه الفترة تمثل بداية العصر البرونزي سمي العصر البرونزي بهذا الاسم لأن الإنسان بدأ باستخدام البرونز الذي يتكون من النحاس والقليل من القصدير لصناعة الأدوات بدلاً من الحجارة ولكن أكثر ما يميز العصر البرونزي هو ظهور الكتابة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر